طبعاً هي مثل ما معلوم بسنة 2014 ببداية شهر السادس نعم سقطت أول منطقة نحن ندري بها المحافظة الموصل سقطت الموصل فمن سقطت بعد ما يوجد شيء بوجههم لأن تدري الجيش والمكونات العسكرية البقية عافت أسلحتها و عافت كل مكوناتها و يعني بكل شيء عندهم عافوا و رجعوا رجعوا لها ليهم هم الجنود والجنود هم مقرودين ماذا يفعلون؟ ماذا يفعلون؟ لا يمكن أن يرمي طلقة طلقة تنحسب عليها صحيح فأخذوا باتجاه صلاح الدين وأخذوا باتجاه صلاح الدين تكريت سقطت وأخذوا باتجاه سامرة حاطوها بدولة العرضية والزحف أخذوا بالمناطق التي تحيط بينها لحد ما وصلها واليمني تمام فأخذوا قاع حشة و خصبة في المناطق التي تحيط بنا لأننا نعرف بلد داخلها مكون و خارجنا أو سورنا مكون آخر صحيح نحن نغاطعك نحن نقول ما ننفي لا 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 بناس أبطال بناس مجاهدة بناس وقفة صحيح بناس أستشهدت ناس للمتابعين ولمشاهدين قبل الفتوى نقاتل يمكن أن الجنوب لا يدرون أو بغداد بعد ما صار الفتوى لأننا هنا تحاصرنا وننطي مناطقنا فنقاتل لما صارت الفتوى تقريبا ثلاثة أربعة أيام نستمر بالقتال صارت الفتوى ثم صارت الفتوى للعراق كلها وقفت هذه زلم الجنوب زلم خشنة على قلتها الله يسلمك هم طبعا مشكورين شكرا كل المحافظات يعني هو ينطيك أعز ما عنده روحه أعز ما عنده يقدمها ما تقدم له يا كلمة شكرتك الحمد لله فظلنا نصامدين ست شهر محاصرين ولما صارت معركة التحرير الأخيرة بمساعدة أخوتنا أهل الجنوب وفصائل المقاومة الإسلامية الله يحفظ جميع الفصائل صارت معركة التحرير حررنا محيط بلد وسورها وخذناها بعد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر